اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ان المملكة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى يده الله ورعاه سخرت كافة الامكانيات من اجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وحمايتهم من فيروس كورونا كوفيد 19 كونها اولوية تسعى دوما من اجل تحقيقها مشددا سموه بان مسؤولية كل فرد في المجتمع حماية نفسه واسرته ومجتمعه من خلال الالتزام بالاجراءات الاحترازية واشار سموه الى ان الجهود الوطنية التي يبذلها فريق البحرين كل من موقعه تتطلب التزام الجميع بحس المسؤولية المجتمعية المشتركة بكافة التعليمات والاجراءات الاحترازية منوهن سموه بان كافة الجهات المعنية ستواصل تقديم كل ما من شأنه ان يصب في تحقيق الاهداف المنشودة من خلال التصدي لفيروس كورونا وتعزيز الصحة العامة واعرب سموه عن شكره وتقديره لكافة اعضاء فريق البحرين الذين اسهموا في تحقيق نتائج متقدمة في كافة مراحل التصدي للفيروس لافتا سموه الى ان مواصلة السير بنفس الوتيرة والنجاحات يرتكز على وعي وتعاون كافة افراد المجتمع عبر الالتزام بالاجراءات الاحترازية لكل مرحلة من مراحل التعامل مع فيروس كورونا حتى الوصول لنتائج المنشودة جاء ذلك لدى ترأس سموه حفظه الله اليوم اجتماع اللجنة التنسيقية عن بعد بحضور اصحاب السمو والمعالي والسعادة عضاء اللجنة حيث استعرض الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا برئاسة كوفيد تسعة عشر برئاسة معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله الخليفة رئيس المجلس الاعلى للصحة استعرض تقريرا حول الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تم اتخاذها بما يتماشى مع المستجدات العالمية للفيروس ومن اجل مواصلة الحفاظ على صحة وسلامة الجميع وبناء على توصيات الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا كوفيد تسعة عشر تقرر توسيع نطاق الزامية ارتداء الكمامات وتم تكليف الفريق الوطني الطبي بوضع الاشتراطات والاجراءات التنفيذية اللازمة ترجمة نانسي قنقر